في كثير من الحكاية حقائق بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في ست ساعة أو أكاذيب ربما لم تكتشف بعد ندقق النظر في الأوراق نكشف عن ملفات التحقيقات ونتقص عن تسجيلات لم تخرج إلى النوم نسافر إلى كل بقاع العالم نلاحق شهادات من كانوا في قلب الأحداث نعيد مشاهدة الماضي من زوايا مختلفة لفهم الحاضر واستشراف المستقبل من عوالم السياسة إلى ملاعب الرياضة ومن خشبات المسرح إلى قاعات السلمة دوما هناك حكاية مثيرة لم توثق بعد وقصص آمن لها أن تحكى الوثائقية القصة كاملة الأحد التاسع عشر من فبراير الساعة الثامنة مساء انتظرونا موسيقى موسيقى